قلت شوف سين ناصر انت أدرى مني انت رك منه من الصحفي القدوم في هالبلاد هل فيه دولة عطوني اسم دولة وحدة برك الحجم التاعنا درشان على الامريكا مية وثمانين جريدة يومية 180 تتر ما يقارب 8500 صحفي مية وثمانين جريدة هذه الورق اللي تطبع فيه مدعى من طرف الدولة تطبع في مطابع الدولة إلا خمسة ولا ستة اللي عندهم المطابع التاح ما تخلصش المطابع ما مش يدفعوا المطابع قالوا المديونين عند المطابع نتعد دولة تعطيه الإشهار وينتقدك ولا واحد تمس يعني انت تنجم غيب صفة تجارية قال ما خلصش طبعا ما نسيش نتبع لك ما بغناش نديروها باش ما يقولوش مس لحرية التعبير جي فيه شخص نحكم على بلاد كاملة اللي فيها 8500 صحفي باللي ما فيهش حرية التعبير قضية الشخص اللي تكلمت عليه ما هيش قضية لتعصحافة ما هيش قضية صحافة ونظن أعتقد أنه وزير الإعلام وضح للمرة الثالثة ما هي علاقات مع التليفيزيون اللي تدعيب اللي كان مراسل تحها ما كان حتى وتيقة ما كان حتى وتيقة من استقنوه باللي قضية ما هيش قضية نتعصحافة تضييق على حرية التعبير تقول لي تضييق على الشتم معاك فيه تضييق على الشتم فيه ني الفوضى هذيك ما بقاتش واحد يسبك نتاوغد ويسب الآخر ونت تعاود تسبه والآخر يعاود يسبه ونشرحه في البلاد ونديره فيها اللي ما فيهاش وليفاك نيوز وهذه هذي فيه قانون فيه قانون والقانون يتطبق على الجميع تتو تطبق على الإدارية تطبق على الصحافية تطبق على هذا إذا كان ياخدوها من الجانب اللي كانت فيه فوضى تديرتها واش حبيت تطلع لك للراس يجيب عشرين ولا ثلاثين واحد يجيبوا السيوفة وطيحوا على الأخرين ترمي حاشك لو ساختعك قدام جارك إلى جاي يهضر يعني تضربه جسديا القاوية كل الضعيف هذي ما بقاتش تفق معاك يقولك تديق من القانون والله يتطبق سيتو والقانون تعنا هذا يتطبق في أوروبا يتطبق في كل أماكن أما إنسان اللي دار مقال والقا روحوا في الحبس لا كانش ونتحدى أي واحد ناس تشتم تسب وتسب شخصيا فيك وفيك 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 هذي صحفة هذي مش صحفة شمش مقالات صحفية هذي ناس مس الإخلاق بالأمن العمومي الأمن العمومي راكم شفتو تما في الجيلي جون شفتو في هذي فيه ناس يصنبوسكولية كيفون كي الناس مموش على أفكارهم ناخد ناخد الخبر ناخد 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 جريد أخرى يعني الموس والمنشار ماشي كاشو واحد كلمهم خي قال عطينا هالمعلومة من يجبتها قلنا ناحنا باش تمس بأمور تأمن الدولة لازل تكون عندكم وطاية وهذي في العالم بإسري عمرك ما تشوف في جريدة فرنسوية ولا إسبانية ولا قال جيش اليوم هذي نوع تالصواريخ وش ما تلقاهاش إلا لما يرخصوا لهم باش يمعنوا على الجار ولا يمعنوا على واخر بلير رعدنا إحنا بغينا يعني أنت مش يعني نعم